منتخب مصر لم يجد أي مساندة من ناسنا في الكاف لكابتن أصمع الفتاح وإحنا بنتكلم على هو مش في قضا مقفولة في لجنة الحكام ولا المهندس هنا بريد اللي الجامعة التونسية لكرة القدم طلعت له بيان شكر ضمن الجمل اللي فيه قاتلة من أجل عدم توقيع عقوبة على المنتخب التونسي لما رفض يستكمل ماتش مالي طب يا عمي ازاي؟ طب يا عمي اقول لا هزعل منكم ده انت أقدم واحد في الكاف والأقدم حتى في أعضاء الفيفا بما فيهم انفنتينو حتى لو كان كموظف كمان وبالتالي لم يتدخل أحد وكأن الرسالة بكرة تشوف يا ناكر خيري مش أنا بقى خلاص مش موجود وروني بقى الجدد مهندس خالد الدرندلي يعني متعودة على الأهلي كل حاجة عندها حد مخلصها وبالتالي لقى الدنيا مش كده في اتحاد الكورة الراجل المحترم سات اللواء لما سافر هو كمان بدأوا يعوه ان المسألة محتاجة انت قلتها صح خطوة استباقية لانه ما ورد اليهم ومعالي السفير شغال ولا مديرين الفرق ربنا اديله صح ده بجد بقى كنه مدير اخر للمنتخب مع واقل جمع تمام واقل برضو قناعته باللعيبة وبالارائل اللي حواليه من نجوم الكبار سهلت شوية كسب الراجل لصالح الفريق كيروش وبالتالي بدأوا يحسوا انه حصل اجتماع شمال افريقيا وغرب افريقيا اختلفوا في اللجنة هم سبع اعطاء مين يحكم في الوقت ده انتوا مدتوش الشمال العربي ماتشات كبيرة ومشيتوا ناس واقعدتوا الراجل بتاع السنغال ودتوله ماتش مصر اللي هو عنده ماتش معاها في مارس وكان يجب ان البطولة تكون اكثر نقاط ازاي مفيش حاجة اسمها كده لا فيه والمصريين احتاجوا وكذا طيب الراجل الغربال مش يراحكس العالم للاندية ممكن يرجع عادي جدا زي ما انت عدت السنغال طب ردوان جيد موجود فلما انه مضطرين ربما يحتفظوا بيلي النهائي هو وجميز طب انت الراجل الوحيد اللي عنده مشاكل نفسية مع مصر تدي له الماتش ازاي يعني حصل الاجتماع وبدأ الامر وكأن خلاص الجوانتمالي ضيف البطولة اللي هو اسكوبار ومعه الراجل جيريرو اللي هو المكسيكي على الفار وجدا ممتاز وقالوا ده ينق البطولة اكتر ويضع عليها شفافية اكبر مصر هي الاكثر حصول والكاميرون هي البلد المنظم وتاني اكثر من انتخابات حصولها لا يعني كمان ايه من حيث وضعها انها المنظم ما حدش يقول حد دعمها وقان الاوان لبداية الاعلان طيب ماتش السنغال وبركينا قالوا ما يجتمع اللجنة عشان يعلن مين اللي ياخد الماتش ده هب رئيس اللجنة البروندي طلب اجتماع عاجل امبارح قرابت الساعة 9 عشر بتوقيتنا راحوا على الاجتماع فاجئهم بقرار غريب جدا ان هو بيقول لهم باسم اللجنة وجهت الشكر لسكوبار وفرناندو ده وقلت لهم دور كونتا وقلت لهم كمان يتوجهوا للناس الادارين بقى عشان يحجزوا لهم ملاعب تدريب وكذا على اساس بقوش في البولة فمش هتمرنوا مع الحكام العاملين لسه اسقط في ايد الناس وبدأوا يعيدوا الحوار من اول وجديد لقوا جسامة بقى الاكثر الغرب والشرق تاني جسامة تمام بيعاز من رئيس اللجنة البروندي اسمه كريستين او حاجة كده مانا بقول لحضرتك فبدأ يهد اللعب شوية ويقول طب احنا دلوقتي عندنا الماتش الاولاني راحوا مدينه لبامالاك تسيمة ومعاه ردوان جيد تمام طب الماتش ده طرحوا اسمه شام كرات علشان يهدوا الجزء العربي شام كرات التونسي وهو حكم رائع تما تدي له هو السفار قال لك لا ده دي ضمانة بقى هيعد هو في المراجعة في الفار والراجل ده يحكم مين جسام ولم يستطيعوا اخراج القرار باعتباره مكتوب عشان يروح ادارة الاعلام يفترض امتى بكرة حتى الان لم يكتب لم يكتب الالام اسميا لسه بدأ لم يكتب طيب ما ده حلو الراجل بقى دلوقتي لما اعرف كده البعثة المصرية بدأوا يفكروا في اللي قلتوه حضراكو الساس جمال اللي هو خطوة بقى استباقية زقل قدام قال لك لا احنا مش عايزين اعزل جسامة خالص شوفوا لكم حل معنا على ان جسامة يوصلوا واكيد بيقروا ويكتب ماشا الله عليه بفك الخط يعني ويقروا يشوف اللي الكتب حواليه وبالتالي اللجنة كمان تبدأ تبث انه لا ده اوان تطهير البطولة من اي شوائب من 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 وبالتالي كمان ضمانة انه الفار والمراجعة فيها حكم محترم مشهود له ما عندوش غلطة في تاريخه كله ما عندوش اقاة في شام قراط انا درستيلك كل اللي موجودين يعني وهنا طلعوا بقى القبان الرسم ايه عشان ما يبقوش خلصوا الاجتماع كده اللي هو بيكتب للإعلام بباملاك تسيمة وردوان جيد لمباراة مصرر كمان السنغال مصرر السنغال واموركين وارجقوا للغد يعني انت بتقول بكرة الاجتماع اللي استمر للساعة لتلاتة يعني لسه لسه حتى الان مش رسميا اه طبعا طيب وإلا لنشر على صفحة الاتحاد مبدئيا وصد اوه استاذ عصام بقول رسميا مش رسميا اه انا بقول رسميا جوه اللجنة لكن بكرة عشان يزبطوا الاداء ويقولوا انه احنا بنعلن يوم السابق على المباراة هم اعلنوا النهاردة وحطوا على السايت بتاعهم ووزعوا على الميديا انه خلاص باملاك تسيمة وردوان جيد لماتش السنغال بكرة اللي هو الاربع الاعلان بقى الرسمي انه بكاري جسامة وهشام قراط ايه بقى اللي ممكن يحصل في الساعات دي ما نعرفش ما يهمناش انا بقول لحضرتك ده مكتسب رائع انه مصر التي كانت دائما ما تقدر كل ده وتقول ما نقدرش نزعل حد مننا لا 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 ما يعدش اصلاحاتنا بالزاب اصلاحاتنا الاهم انا متأكد علم اليقين انه اللاعبين بعيدين تماما لكن مو صلاح وكباتن التيم قعدوا وقالوا احنا عندنا التزام مهم غير الروح ونلعب بنفس النهج اوه ندي الحكم طبعا سكينا اضربنا بيها ان شاء الله ما احسنش لدرجة انه متكلموا عن المناطق المتميزة حوالين خط التمنتاشر وعن الالتحامات داخل التمنتاشر نتكلم فيها